السفر إلى الله عز وجل يعني لا يدرك إلا بامتطاء الليل السفر إلى الله هي مو قضية حركات عشوائية وواحد يجي واهس في رجب شعبان والشاية هذا لا يسمى حركة السفر الإنسان له سفر له زاد راحلة مبدأ منتهى أما حركات النفحات الجزئية واحد يسوق خمسين كيلو بعد أن يروح ينام لأربع أسبوع أسبوعين في الطريق هذا لا يصل السفر المتواصل هناك السفر بشي على عكاز هناك السفر على أجلكم الله على الحمارة هناك السفر بالدراجة هناك السفر بالسيارة هناك السفر بالطيارة يبدو صلاة الليل هو سفر بالطيارة أو بالصاروخ الذي لا يصل لصلاة الليل يصل ولكن يمشي سنة سنتين يقطعنا مسافة بسيطة ترجمة نانسي قنقر